اختتمت بالقاهرة أعمال اللجنة التجارية المصرية السودانية المشتركة على المستوى الفني بالتوقيع على محضر اللجنة ومذكرة تفاهم ما بين هيئتي المعارض للبلدين وأكدت وزيرة التجارة وصناعة نيفينجا مع حرص الدولة المصرية على تنمية وتطوير أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع دولة السودان الشقيق في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة بما يخدم الطرفين وناقشت أعمال اللجنة التجارية المصرية السودانية المشتركة دراسة تعظيم الصدرات بالقطاعات الغذائية والزراعية إضافة إلى سبل تفعيل دور مجلس رجال الأعمال المصرية السودانية والمراكز التجارية بين البلدين خلال الفترة المقبلة ننتهينا الحمد لله من كل الأمور المتعلقة بحركة التبادل التجاري ما بين بلدين وعلى الجانب الآخر نحن نسعى لتعظيم صدراتنا الأفريقية بشكل عام وأكيد أننا نستهدف السودان كدولة شقيقة ودولة جوار بأنها يكون من مستهدفتنا في زيادة الصدرات مجرد توقيع المحضر تم توقيع مذكر التفاهم على هامش محضر اجتماعات اللجنة ما بين هيئتين المعارض في كل الدولتين الغرض منها تيسير إقامة المعارض وخاصة بالنسبة لإقامة المعارض في السودان لعرض المنتجات المصرية سواء منتجات نهائية أو مواطن غذائية بحيث أن نفتح كثير من الأسواق وخاصة المنتج المصري بإلخي قبول جيد جدا من المواطن السوداني وضع مميز في التبادل التجاري لاحتياجات مصر لسلع من السودان واحتياجات السودان لسلع من مصر وخدمات وعلاقات متطورة نحن كحكوميين نحاول بقدر إمكان أن يزلل العقبات للرجال الأعمال والقطاع الخاص بحيث أن التبادل التجاري بين البلدين يكون أكبر من ما هو عليه الآن أوقعنا الاتفاقية، الاتفاقية هذه إلى سبل تسهيل إجراءات وتدابير التجارة الخارجية بين مصر والسودان ونحن اتفقنا على أن نزيل كل الأغبات التي يتعلق أو التي تعيق التجارة بالصادرات والواردات بين الدولتين هذه الإجراءات التي تمت أو الاتفاقات التي تمت اليوم سيعمل إلى إزالة الأغبات وهيزيد من حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان ترجمة نانسي قنقر